وأعتقد حتى المواطن والتاح لأنه كانت هذه اللجنة العليا طبعاً أنت تيكمل لجان متخصصة يعني ما تقول عليك في كشار مراضة للسرطان يكمل حسين مكي الغلب من الصيدري هؤلاء هم اللجان هذا إذا كان في أي خنقول يعني اعتراض من المواطن أو شيء في لجنة العليا المشكلة من الوكلة وكان بشكل دوري يعني أنا أثني عليهم من هذا المكان يعني الله يذكرهم بالخير يعني كانوا جداً متعاونين الإخوان كانوا فعلاً يبوني نجعون وزيرهم أنا عندي غناعة أقول يا ويد إذا بغيت تنجح لازم اللي معك يبي نجحك أنت بتنجح بروحك ما تنجح إذا القيادين الوزارة ما حبوك وهذا يعني تجارب عمرك ما راح تقدر توصل للي أنت تبي أنت المفروض تكون متفاهموا يوم وأنا أذكر هذه المشكلة خفت وكنت خايف أنه والله بخصوص أن أنت ترى حساس في هذا الموقع بحكم أنك منتخب أنه والله هذا فكنت أسأل الأخ الوكيل يعني بشكل يومي فارقع السنة عن العام يقولي لا المعدلات هي هي الأرغام بالعكس انزلت مو شرط أنه تكون في بعض التخصصات والله الحمد لله يعني ما صار فيه أي تغيير كنت حساس في هذا الأمر أنه والله وفتح وهذا الكلام تسمع أنت كثير تعتبر تجربة ناجحة أبو عبدالعزيز وزارة الصحة؟ لا الحمد ناجحة بمدتها بمدتها يعني أنا عقوبها أذكر عقوب ما طلعت منها هي تفلاونزا الخنازير وغيرها أبو عبدالعزيز خلنا أخذ فاصل بعدين راح نواصل إن شاء الله مشاهدين الكرام فاصل قصير مشاهدين الكرام رجعنا إليكم جديد حياك الله أبو عبدالعزيز يا هلا والله أبو عبدالعزيز فعلا يعني السؤال وأنا كان في خاطر أن أسألك غريبة يعني دشية وزارة الصحة 2009 وحل المجلس للأمة ومن ثم خطة الانتخابات عادة ليدخل الوزارة يعني نوعا ما وضعه في دواء الانتخابية أمام الناخبين تضعضع نوعا ما وبالتالي يكون نجاح بالنسبة لصعب رضان رضان دخل الانتخابات وما شاء الله نجح من جديد شو اللي ما شاء الله يعني خلى ثقة الناخب لا زالت موجودة في رضان رضان قلت لك أنا شوف ترى المفهوم خاطئ أنه إحنا عندنا مشكلة بالكويت واليوم سمحها وايد فلان حكومية فلان معارضة فلان ما في شيء عندنا بالكويت سمحها حكومية أنا أتمنى من اللي يتكلم بالكلام ارجع للمضابط ارجع للمواقف الحقيقية أنت اليوم تسمع والله فلام معارضة بس بالتصويت تلقى للأسف وتلقى فلام متهم بكذا كذا لكن بالتصويت تلقى موقف واضح بغرار واضح سالفة أنك ترجع وتنجح هذا بالعكس أنا أعتقد أنه يفترض أن كل الأخوة الزملاء ويليت أتمنى هذه منية ويليت وأنا ما أعتقد أنها راح تصير أنه لما تجي تشكيل الحكومة تكون من أعضاء مجلس الأمة لأنهم اللي يعيين من الشارع الكويتي اللي انتخبهم الشعب الكويتي اللي يعرفون معاناة المواطن فأنت لما تي أنا كوزير الصحة لما كنت وزير الصحة وكانت هذه الوزارة ووزارة يعني يعني الله العمد بابي مفتوحة كل مواطنين فأعرف مشاكلهم لأن أنا أنا ترى صار لي نفس ما صار للمواطن هذا صار لي موقف في وزارة الصحة في مستشفيات فأعرف تماما بشكل دوري شنو المشاكل اللي يعاني منها المواطن لما تي تتخذ غرارات فأنت تتخذ غرار مو للناس لك أنت ولعيالك لأقرب الناس لك لأن أنت أخوي حويد لما تي تستلم أي وزارة وزارة خدمات ترى أنت لما تتخذ غرارات اللي تخدم المواطن ترى قاعد تخدم نفسك وهلك وربعك وقاعد تخدم الشعب الكويتي صحيح لكن المفهوم اليوم إنه والله قبل الوزارة هذا راح هذا ترى الكلام يعني أنا أتمنى أنه تثقف شوي وأنه نعرف تماما أنه اليوم أنت لما تي تخدم أو لما تي تصير وزير أخدم الناس الناس ترى ما راح تنسلك ما توقعت أبو عزيز أن تأثر عليك الانتخابات أنك دخلك الوزارة 2009 بالذات قبل يعني قبل الانتخابات بشهر تقريبا ما جاك هذا الشعور؟ لا أبدا أبدا واثق أنك بذن الله ناجح لا مو واثق أني ناجح شوف النجاح وسقوط عند الله سبحانه وتعالى نعم أنت أهم شيء أنك تعمل بإخلاص لما تشتغل الناس الناس طرق بالأخير يعرفون أنت لما تشتغل بكل أمانة وبكل ضمير وتقدم الشعب الكويت يعني أنا قلت لك يعني في بعض يمكن الغرارات الشعبية اللي يعني أذكر تماما وكتنا أتمنى يعني لو بعد المدة طالت أكثر يعني في بعض الغرارات كنا ماشيين فيها لكن للأسف يعني أنا حز بنفسي اليوم لما يقول لك أمراي تعال بعد أسبوعين كان في فكرنا في كل مستشفى يكون فيها في كل وكان مختبر واشتغلنا فيها يعني فيها لكن للأسف يعني ما عدل اليوم حتى الأخوان في الوزارة وين وصلوا في هذا الأمر فكنت أتمنى أن يكون حتى يعني مشاركة المستشفى الخاصة أو مستشفيات الخاصة يعني أنا أذكر عندنا مشاكل مثلها مرض الحكم وغيرها اليوم لما نيمو ونفقل إحنا بدلعنا دزة برا عندي مستشفيات خاصة أفقلها بهذا في كثير من هذه الأمور كنا ماشيين وقاطعين فيها شوت كبير وإن شاء الله يستمرون عليها أنا أعتقد هذه راح تقدمك كمواطن فهذه الغضايا يا أخي ويد لما أنتي الناس وكنت لما أنتي أنا أذكره 2009 وقلت هالكلام وطبعا هذه مو قاعد أتكلم كدعاية هذه أمانة يعني أنا لما بعرض نفسي أنا للمواطن أني عبي صوت منك هذه مواقفي هذه غراراتي فكان ردة الفعل جدا طيبة يعني أنا من 6600 إلى 13100 ماشي الله في خلال مثل ما تفضلت خلال هذا هذا كله بهذه الفترة القصيرة لأن الناس غيمت وعرفت أنه والله لموقف طيب أخذ غرارات خدمتني أنا كمواطن هل خلاك أبعد عزيز تقبل وزارة من جديد عام 2009 كذلك قبلت وزارة وزير شؤون مجلس الوزراء شوف مجلس الوزراء ترى وزارة تختلف يعني ما لها علاقة بالجمهور أو بالمواطنين هذه يعني أنا أقول لك يعني هي علاقتها ويمكن الله أين وزير الدولة شوف مجلس الوزراء مع مجلس الوزراء مع الوزراء أنفسهم مع مجلس الأمة مع الغيادة السياسية فالموقع يختلف يعني موقع سياسي سياسي بحث بعيد أن هذا يمكن أن هذه أقولها لك بكل أمانة يعني يمكن يمكن أنا أحس ترى أنا بالأخير أنه يمكن خسرتك شعبيا نعم بعد فترة لكن الله الحمدي يعني يمكن الظروف اللي لما صارت استقالة وهذا نعم مشاورت نفسي أخدت غرار معنا بيني وبين نفسي وأنا ببيت أني أرجع كنائب نعم أفضل من الاستمرار طيب عزيز يعني خروجك من الحكومة البعض فسره بأنه رضان رضان كان زلان الحكومة هل فعل هذا الكلام صحيح؟ لا مو غضية الزعلان شوف أنا يمكن صرحت فيها حرتك فيه الإشارة وتجاوزوني أنا مشكلتي صادق يمكن كلام السياسي في 2009 أول ما صارت تشكيل اللي أنا فيها الوزارة أما نتيل كان اسمي كنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة نعم في اللحظات الأخيرة يا الشيخ راشد الحمد الله يذكر أبو الخير رجل فاضل رئيس سلطة القضائية وافق أن يكون وزير فلما أرض الاسمي من نفسي أنا أكبر سنة أكبر سنة وبعدين رئيس سلطة القضائية يعني عادل السلطة التنفيذية والسلطة التجتهية فبالعكس رحبت أنا اللي قلت له التفاجأ يعني مو أتفاجأ أو بل في الحكومة الثانية الشيخ راشد نعم أعتذر أعتذر أن يدخل الحكومة نعم لم يدخل الحكومة فأردي أنت بحكم موقعك طبعاً ونأم بالأخ محمد الأفاسي ويشهد الله من أقرب الناص لغلبي يعني الرجل فاضل ويستهق لكن أنا الرسالة اللي وصلتني اللي أنا فهمتها أنه كأنه يعني بش جاملونك أو أنه يمكن الرجل عنده غناعة وأنا أعترم غناعة الشخص أو رئيس الوزراء أنه عنده غناعة ووالله هذا ما يصلح لك هذا الموقع فحسيت أنه محرج مني وهذا فكرت خلاص يبقى أنا أعتذر وأرجعك أنا عاد نعم طيب بالتالي أبو عبد العزيز يمكن كان يعني موقف أو تخثة في أثناء التصويت على الجلسة السرية اللي استجواب امتنعت عن التصويت الجلسة السرية اللي سموه رئيس الوزراء هذا البعض فسر غد يكون أنه زعل من روضان الروضان هل فعلا يعني كان هذه رسالة زعل أو عثر لا 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 بالعكس يعني شوف أنا قلت لك هي بالأخير غناعات لكل شخص لما امتنعت عن التصويت بالعكس أنا لو زعلان أو وروضان كذلك نسمع الكلام هذا بالعكس كان صوت ضد الرئيس بالعكس أنا سمعت الاستجواب سمعت الطرفين واخدت قراري وصدقني أخي عوالي ترى بالأخير في حساب يعني ما حد راح يدخلوا إياي إلا أنا بيني بين رب العالمين فأنا كل قرارات اللي مثل هذه أكون دارسها ومتمع أنها تماما صدقني خصوصا فيما يغض الاستجوابات وغيرها ممكن أسمع أن أحيانا هناك منين ضغط شعبي ضغط كذا بالعكس أنا أخذ غراري بغناتي نعم خصوصا في هذه المواضيع طيب أبوعد العزيز يمكن قاعدت في الحكومة تقريبا كوزير الدولة شئور مجلو جراء تقريبا سنتين أبوعد العزيز نعم طيب السنتين هذه يمكن كان لأول مرة الحكومة قدمت خطة تنمية كثير من المواطنين تساءلون أو هناك شكوك أنه فقط يعني حبر على ورق هل فعلا الخطة التي وضعتها أنت كوزير كنت في الحكومة هل فعلا تعتقد أبوعد العزيز أنها خطة واقعية طموحة ممكن تنهض بالبلد وطبعا مرافق الدولة ولا أشوف هي كخطة يعني يمكن هذه أول مرة تضعها خطة من 86 أو من 85 وضعت خطة الحكومة وكنا جادين فيها يعني وجادين في تنفيذها لكن للأسف يعني أجهزة الدولة مترهلة وتحتاج إلى تجديد الدماء وأنا أعتقد أنه عندك مشاكل كثيرة اليوم أصبح يعني المؤسسات الحكومية ما عاد الوزير أنا أعتقد عندك مشكلات القياديين بكلوزارات الدولة يعني اليوم إذا ما يصر تجديد هذا يعني الدماء صعب أنك تقدر تنجح في بعضهم مشتهد والأغلبية يعني أمانة لكن أنت قاعد تقول مثل ما قلت لك أنا يعني أيضا ترى أنت لما تضع خطة ما تبين خلال فترة زمنية بسيطة تبين بعد فترة طويلة نعم إن شاء الله ونتمنى يعني أن تستمر الحكومة وأعتقد الحكومة التي أنا شاركت فيها والله الحمد يمكن أطول مدة لحكومات شيخ ناصر صحيح وكانت حكومة يعني ما أقول حكومة مواجهة لا حكومة أيضا واضحة عندنا قرار كان فيه جدية وعد العزيز فيه جدية لكن كان فيه طبعا يعني عندنا مشكلة فيه مشكلة وأنا أقولها لك مشكلتك مو مشكلة بالأسرة نفسها أمانة أسرة حكومة يعني بالأسرة اللي بالحكم عفوا في مجلس الوزراء نعم يعني مع ابناء الأسرة الوزراء أي مع ابناء الأسرة الوزراء يعني كان فيه خلاف نعم وهذه المشكلة يعني أنا إذا ما كان كل بهم على قروب واحد أو على قلب واحد والدليل يعني كلامي أنا مو قاعد هذا يمكن انت شفت حتى في هذا يمكن الفترة الأخيرة بدأت تضح الأمور أكثر وأعتقد هذه من الأسباب الرئيسية طيب ابو العزيز خلال فترة يعني الوزارة كان هناك موضوع شبكة تجسسية وأكثر لقد صار سجال بينك وبين ناب سلم براك السجال عنيف في الصحف المحلية نعم القبس طرحت يعني مسودة التحقيقات التي عقلتها المحكمة وذكر بأن وزير دولة الشرمة الجزيرة قدم اعتذار للسفارة الإيرانية نبي توضيح للتاريخ أمام شاشة تلفزون الشاهد حول هذه الغضية بالذاتف هذه الغضية يعني أنا حتى في الاستجواب تكلمت فيها نعم في الجلسة الإسرائيلية نشهد الله هذا الكلام عار عن الصحبة تاتا و أنا أذكر أن طلب لقائي الأخ السفير الإيراني في ذلك الوقت في شهر خمسة أو شهر أربعة أو الله ما أذكر أو شهر خمسة قبل السنة أو أكثر من السنة يعني نعم وكان اللغاء على موضوع تصريحات بعض الزملاء النواب كان يعني يعني يتكلم أن الرسالة أن النواب تكلموا كذا عن إيران وكذا قلت له هذا طبعا ما يمثل ما يمثلنا إحنا كحكومة هذا يمثل رأي النواب غضية التجسس بس فتح يعني أنه كان توها ووادية قلت له شوف هذا الأمر في الغضاء وإحنا نحترم الغضاء وحتى هو الرجل أمانة قال إحنا ما عندنا أي خلاف مع الغضاء الكويتي وإننا كذا وإننا كثقة وإننا هذا قلت له وما أقول لك شغلا يعني أذكر كلمتي يمكن لو ترجع الخارجية يمكن أنا كنت وزي الخارجية بلاي نابر ذا كل وقت أذكر كلمتي لا بالحرف يعني قلت له لا تبوق لا تخاف هذا اللي صار وتفاجأ بعد السنة نعم طبعا أنا ما نوم النعب مسلم براك ولا نوم الأخوة النواب لأن هذا الكتب فيه مثل ما تفضلت فيه الغبس طبعا هذا الكلام يتكلم محامي الشبكة نفسها فأخو يقول طبعا المحامي يقول لي ويقولها